السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم عودة بعد غيبة نسبيا هكي كنت تم غيبة ظروف صحية ظروف عائلية ميتا ورجعنا ان شاء الله الرتم العادي لتغطية كل الأخبار لمتبعة كل التصريحات وكل جديد لحظة بلحظة دونك مرحبا بكم النسي لكل خليني نعلق على الحدث ربما يهزر العام بشكل كبير اللي هي سلسلة الإيقافات اللي صارت يعني في الساعات الأخيرة اللي نسي الكل تحكي عليها اللي نسي الكل يعني خلينا نقول فما جزء من التوينسات كانوا طالبوا رئيس الجمهورية بالمحاسبة المحاسبة العادلة وفق القانون ورئيس الجمهورية كان أحكيه في خطابته مؤخرا على أنه المحاسبة طالت وعلى أنه التوينسة يستنعوا ما هوش راه ولا تشفي ولا حتى شيء إنما هو يعني كما نقوله ما نقودوش نحكيه ديما علىهم أجرموا عملوا ما نعرشنوا والتجاوزات اللي ارتكبوها اليوم بدي يحل في بعض الملفات صارت ملفات تقديمة هي تحلت كما التسفير كما انستالينجو كما الاغتيالات كما الجهز السري كما برشا ملفات أخرين تحلت والمواطنين يعتبروا إنه ما تمش تسجيل تقدم في الملفات هذه به تحل أوكي تحل الملفات دا وعيته الناس وسمعوهم أما بعد تقد القضايا هذيك اللي اتحلت لكلها يعني محل تقاضي علي العريض مسجون على ذمة قضية التسفير مثلا برشا قيادة أخرين أمنية في انستالينجو في تسفير وغيرها اليوم نحكيه على سلسلة أخرى نحكيه مثلا على القيادة في حركة النهضة عبد الحميد جلاسي على خيام التركي على رجل أعمال كميل الطيف أسماء كبيرة برشا شكون كان يعتقد إنه كميل الطيف يتم الإيقاف منتعه برشا نيس كانت تشكك في حرب قيسة سعيد على الفساد وقالت النهار لجور اللي قيسة سعيد يعني يوقف كميل الطيف وقتها راهوا بالحق يحارب في الفساد برشا نيس قالت لكلام هذي مو تابعين الشأن العام وغيره وبالفعل يعني تم إيقاف كميل الطيف اسم كبير الرجل الغامض الرجل الأعمال الغامض اللي يحط حكومات وينحي حكومات ويسند أنظمة ويعرض أنظمة وإلى غير ذلك وعنده معناها علاقات كبيرة مش علاقتك هوا نفوذ كبير على مستوى الحكومات كميل طيف هو من الداعمين لنظام بن علي وكان صديق بن علي وقد عنده دور وعنده نفوذ أيضا بعد الثورة وعنده يد في كل شيء وبرشا نستحكي عليه وشكولني اللي ينجم يعني يوصل الكميل الطيف شي وقفه ولا حاجة على كل تم إيقاف رجل أعمال كميل الطيف كيما زدها تم إيقاف عبد الحميد شلسي وصارت عليه ببرشا ردود فعل من حركة النهضة وقيادات خلينا نشوفه زوجته شنو اللي قالت زوجة القيادة سابق في حركة النهضة حكيت على تفاصيل عملية الإيقاف قالت اللي صار في حق زوجها عملية اختتاف ما هوش إيقاف على حد تعبيره وقالت أنه أثناش النعون قاموا بعملية تفتيش المنزل متاحهم وبعد نفذوا عملية الاختتاف بين ضفرين كما هي تسميها بتبعه تقول أنه تم اقتياده إلى جهة غير معلومة ما يعرفوش إلى حد الآن هو وين موجود تقول وضعيت زوجها صحية حارجة وتهمت زوجها أنه قاوم الانقلاب على حد تعبيرها منذ اللحظة الأولى وحملت سلامته الجسدية للفرقة اللي اقتحمت منزلهم ولرئيس الجمهورية قيس سعيد مباشرة قالت أربعة سيارات ربعية الدفع سوداء هزوا زوجي واللي صار البارح تعد علي عام 91 واليوم نفس السيناريو يتكرر تقصد هي في 91 الأحداث اللي صارت وقتها لوقت اللي كان بن علي في الحكم وعام 91 اللي شهدت فيه تونس أحداث كبيرة ومدهمة كبيرة واعتقالات كبيرة وقتها ضد الاتجاه الإسلامي حركة النهضة بيه تقول عبد الحميد جلاسي يركب في الميترو وعايش في دار كري كيما اتوينسا الكل ما فهمش عليش وكانت الصفحة الاسمية منت عبد الحميد جلاسي أعلنت أنه فما فرقة أمنية دهمت المنزل متاعه تم اقتيده إلى جهة غير معلومة زد كيف كيف إيقاف جلاسي جي في إطار سلسلة سلسلة إيقافات جديدة تم تنفيذها منذ البارح نفذها أعوان الوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الميسة بسلمة التراب الوطني بوشوشة في إطار الأبحاث المتعلقة بشبهة التآمر على أمن الدولة الداخلي نلقى وزد معناها إلى حد الآن نلقيدي بحركة النهضة سابقا عبد الحميد جلاسي وإطار متقعد من الجيش الوطني معروف بمجموعة بركة الساحل أحداث اللي صارت وقتها وسفير تونسي سابق حسب نفس المصدر يعني إيقافات رفعة المستوى نجيو إلى حركة النهضة قبل ما نحكيكم على كاميل طيف وغير وحركة النهضة طالبة فورا بإطلاق صراحة ناشطة سياسي خيام التركي زدها كيف كيف بالنسبة للحجوز زيد سامير ديلو قال إنه تم علامة ثلاثة سيارات ربعية الدفع دهموا منزل عبد الحميد جلاسي حجزوا الحاسوب الشخصي متاعه اللابتوب يعني التابليت سامحوني الجهاز اللوحي واللي هيت في الجوال متاعه وأيضا الحاسوب متاع زوجته حسب تعبيره هذو ما اللي تم حجزهم يعني قال تم قطيد جلاسي لجهة غير معلومة وما يعرفوش هو وين متوجد بالضبط ولا شنو التهمة حركة النهضة كيف كيف ندت باعتقال سميته اعتقال عبد الحميد جلاسي وندت بسلسلة المدهمات والاعتقالات العشوائية للمعارضين السياسيين لنظام قيس سعيد اللي وصفتوا في البيان متاحها بالانقلابي واللي طالت ناشط السياسي المعارض لانقلاب عبد الحميد جلاسي اللي تمت مدهمة منزل وتفتيش ووقتيد رجهة مجهولة ايضا قالت بينه الاستهداف العشوائي للمعارضين لن يحل مشاكل الناس ولكنه ينم عن تخبط السلطة ورغبتها الجامحة في تصفية كل الخصوم من سياسيين وحقوقيين ونقبيين ومثقفين وعلميين ومدونين ورجال اعمال ويأكد ان قيس اسعيد قد حل محل القضاء واصدر احكامه خارج اطار القانون بما يذكر باساليب الانظمة الفاشية في ترهيب الناس عبر استهداف المعارضين والتنكيل بهم وبالمواطن في قوته اليومي ويفصح المجال لتنفيذ سياسي التجويع وبرفع الدعم الى غير ذيك به قبل ما بش ما نحبش الفيديو يا طويل برشا خليني نرجع لكم على الاخبار متاع كاميل الطيف المحامي متاعه نزار رعيات قال بانه التحقيقات متواصلة مع كاميل الطيف لدى احدى الفرقة المختصة بالجورجيني انفاء ما تم ترويجه على منوبه من انه معناه ما تم اجتمكنه من مقابلة المحامي متاعه قال لا وكاميل الطيف في ثكنة الجورجيني بالعاصمة وقال انه قانون مكافحة الارهيب واحده يمنع المحامي من اللقاء المنوب متاعه في الساعات الاولى معناه الساعات الاولى اللي ايقاف طونك هو ما هوش موقوف على ذمة قانون الارهيب او على معنى قانون الارهيب عادي معناه نجم يقابله يقول اللي هو يسعى بش يتصل بالنيابة العمومية بش يعرف الجهة الامنية ولا القضائية اللي طالبت بايقاف كاميل طيف شنو التهمة المواجهة لي هو معناه زادها كيف كيف خطر صارت وقفه وخيم التركي ومبعد كاميل طيف شنو العلاقة بينتهم قال انه القاسم المشترك الوحيد بينتهم هو توقيت الايقاف على حد تعبيره ما عندهمش علاقة خيم التركي وإلا كاميل طيف خطر وقفه كاميل التركي قبل وزيدوا شوية او تم الاعلان على كاميل الطيف فرقة امنية قامت بايقافه وقلي كان في المنزل امتاعه من غير ما يتم ذكر سبب الايقاف خيم التركي ايضا عمل بوليميك النهضة طالبت فورا بإطلق صراح خيم التركي جابت الخلاص الوطني كيف كيف قالت انه تمت دعوة خيم التركي النشط السيسي برشو مرات من قبل فرق امنية في المدة الاخيرة واستجوابه من غير وجه قانوني على مأدوبة غدا وقالت يعني تعتبر ايقاف تركي مخالف لكل الاجرائات واحتجاز غير قانوني على حد تعبير جبهة الخلاص الوطني